رئيس دير حمطورة كسب الكورة الأرشماندريت باندالايمون فرح متهم بالتحرش بشباب وهو ما بدأ منذ أكثر من عشر سنوات بحسب مصادر كنسية مطلعة على التحقيقات التي تجري حالياً ولكن ما جعل الكنيسة تتحرك كانت فضيحة تحرشه عام 2012 بقاصر يبلغ 13 عاماً هذه القضية دفعت مطران جبل لبنان للرومي الأرثوذكس جورج خضر إلى الطلب من باندالايمون الذهاب إلى أحد الأديرة في اليونان إلى حين انتهاء التحقيقات فذهب باندالايمون لكنه عاد قبل انتهاء التحقيقات ومن دون إبلاغ المطران خضر أما مضامين الردود في قضية الأب باندالايمون فتختصر بالتالي مؤامرة خطيرة على الكنيسة الأرثوذكسية من دون ذكر هوية المتآمرين ما يحصل وما يقال ليس هو كوكب انطاقية متران جورج خضر سواه سواه ينفغ في هذه النور أما مصادر أصدقاء دير حمطورة فأكدت أن باندالايمون رفض حضور المجلس التأذبي لأنه يتشكل من رؤساء أديرة قاموا بتلفيق التهمة له وكما في قضية المونسينيور منصور لبكي التي ربطت بقضية الصراع على ملكية أحد الأديرة في فرنسا ثم تمن يربط بين فتح ملف باندالايمون ونية البعض بيع دير حمطورة في كل الأحوال من المنتظر صدور نتائج التحقيقات في المدى القريب شكرا